بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جورد بورج تطورات الأوضاع في اليمن وسبول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والاتحاد الأوروبي وأشار الحضرمي خلال اللقاء إلى صدور توجيهات فخامة الرئيس لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض مؤكدا بأن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة الشرعية تعول كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض مثمنا الدور المحوري للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن والداعم لتنفيذ اتفاق الرياض مؤكدا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلات القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض معبرا عن تطلعه مستقبلا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن دعما للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة